ده طبعا وش ماشي التنظيم الدولي الأخوان مجلس شورى عام طبعا هو عنده مجلس شورى عام وعنده تنظيمات قطرية بتغضع له مقسم العالم لتسع أقسام أخوان الخليج أمريكا الشمالية والجنوبية أسيا الشام السعودية أخوان غرب إفريقيا أخوان شرق إفريقيا أخوان أوروبا أخوان تركيا أخوان باكستان أخوان العراق وسوريا طبعا دي تقسمات مقسمة ولكل قسم قيادة مشرف عضو في مكتب لرشاد العالم خلي بالنا احنا التنظيم القطري اللي هو بتاع مصر ده انتهى مضروب 30 يونيو أثرت على التنظيم الدولي ده تعال شوف النهاردة تونس فيها صراع أجنحة بعد 30 يونيو اتنين التنظيم في الأردن صراع اتنين بين مجموعة بيطرى إنها مع حماس طوال الوقت يعني احنا حماس جزء مننا احنا جزء من حماس وحماس جزء من التنظيم في الأردن وجماعة شايفين لا احنا ملناش علاقة بالقصة دي ده حماس حاجة لوحدها واحنا لوحدنا فانقسم السودان صراع أجنحة المغرب صراع الاستوزار بين بين كيران والعثماني من يقول في كل أنحاء التنظيم الدولة التنظيمات القطرية عندنا دلوقتي صراعات وانقسامات جي التنظيم اللي هو موجود في أوروبا عمل ايه بقى؟ اللي اتمنفصل عن التنظيم الأم اللي هو في مصر خلاص لم يعود له وجود معه ما ينفعش إن الجماعة دول اللي هما ملهمش خبرة اللي في مصر يقودونا ده واضح إنه لسه بيدعبهم يعني الحلم لسه بيدعب فيهم طبعا فجابه سامير فالح تونسي وقاد التنظيم في أوروبا كله وهو أسامة البنات واعلنوا انفصالهم عن التنظيم في مصر اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا يعلن انفصاله عن مصر عن التنظيم الدولي احنا احنا مش إخوان قالوا كده في بيانات موجودة وقال لك فانت عندك هنا هنلاقي في في القصة دي بقى هتلاقي حاجات مهمة جدا عاملين الاخوان في أوروبا بقى في التنظيم الدولي اول حاجة عامل حاجة اسمها مجلس مسلمي أوروبا هو الرجل ما يقولش انا اخوان هو بيعاوز يقود الأقليات احنا مجلس للمسلمين بيقود المسلمين المجلس ده من خطورته بيعمل مؤتمر المؤتمر انتهى الاسبوع اللي فات بالمنازمة كان عاملين مؤتمر بيعملوا دايما في السويسرا ام باريس دايما بيجمعوا فيه من كل دولة مجموعة من شباب الاخوان ويعودوا في معسكر حوالي خمستاشر يوم ويرجعوهم بقى ابنتهم يقودوا يقودوا خدوا خبرات وخدوا تمولات وخدوا حاجات رجعوا ده هنا عندي سؤال هو التنظيم في انقسام حقيقي ما بين مجموعة إبراهيم مونير ومجموعة محمود حسين ولا ان دي التمثيلية المعتادة بتاعة طيار الحمائم وطيار السقور طب لما تخلص يطلع زيتنا في الدين عندنا رؤيتين الرؤية الليقول لك فيه فوعل خارجية وفيه طبيعة بشرية وفيه صراع على القيادة صراع على نفوز على المال الاخ الاخ كلها بتتسبب في الصراع حقيقي ده تنظيم مغلق شيء طبيعي يحصل في انقسام لكن تاريخ الاخوان كله من ساعة تأسيسها لم يحدث فيه انشقاق حقيقي انقسام داخلي وانشطرات أفراد ينشق ويمشوا زي الشيخ الغزالي زي الشيخ البقوري غيره ينشق ويمشوا فالرد على الكلام ده بكده تاني حاجة لا الرؤية التانية بتقول لك لا ده هو تسويق وصناعة الازمة لتسويق اجنحة جناح حمائم واجنح سقور واجنح في النص انا اتذكر انه الله يرحمه لانه حسابه عند ربنا بقى الدكتور عصام العريان روج له وروج عن نفسه انه من طيار الحمائم الذي لا توجد لديه مشكلة في التعاطي مع انواع والوان الطف السياسي المصري فانغرس عصام العريان انا ذاك في حياته يعني وقبل 2011 جوه طيارات نصرية ويسار والليبراليين وما الى ذلك خطة للاختراق خطة للاختراق لانه صار خطة للاختراق خطة للتحالفات اللي بتنسكها الجماعة لازم من قوة اي جماعة تستطيع نتنسك تحالفات الاخوان دي ميزة من ميزتها انها كانت بتنجح في استقطاب القوى السياسية الاخرى الموجودة داخل مصر اللي هي مش اسلامية لاحظ ودائما يقتربوا منها وشوفوا الصور كتيرة وتعالوا لك فوندو تعال فورمون تحصل وغيره والاخ والهدايا اللي كانوا بتعطيه غيره فبينجح في ذلك لكن هو في الحقيقة فينا على الارضية الوحيدة احنا بنختلف في اشياء لكن في النهاية احنا ننتهي ليه ننتهي ان احنا عندنا مشروع بنقسين هذا المشروع احنا شايفين عندنا رؤية اخوانية نحن لابد ان نصل للسلطة لتغيير المجتمع ونغير المجتمع من فوق مش من تحت يعني انا عشان غير المجتمع المصر ده للطريقة بتاحت انا اوصل للسلطة وما سيبش السلطة تمام اتبت اتبت فيها واغير المجتمع اغيروا الايه بقى بالرجوع اشتازية العالم والرجوع الى القرن الهجري الاول يا دنيل على حسن البنة وسني الحسن البنة طيب المنظمات العالمية للتنظيم الدول يا دين النبي عايزة مالي منصات انا شاء البس الندارة انا لازم اعمل فيها صغير ما انا مش شايف انا 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 عاوز اقول لك على حاجة مهمة المنصات العالمية للتنظيم الدول اه اللي عندك الاتحاد المنظمات المهم ده يخضعه امتين جامعية فيه عنده حاجة اسمه المجلس الاوروبي للإفتاء ده خطر جدا المجلس الاوروبي للإفتاء كان فيه مجلس الاوروبي للفتوى اتغير وعملوا مجلس جديد اسمه المجلس الاوروبي للإفتاء على رأسه الشيخ يوسف القرضاوي تمام بيطلع ايه ده بقى اهم حاجة عاملها تطبيق اسمه تطبيق يورو فتوى يورو فتوى يورو فتوى على جوجل تدخل على جوجل بلايها تلاقيها ملايين اشتركوا عليه لان ليه بقى لان هو بيتحمل بدون انترنت بعد كده اي فتوى تدخل تسرش بتلاقيها وحط بقى تحرم البنوك على مش عارف ايه على الجهاد مش عارف مين على قتل التواغيط هتلاقي في النص حاجات واخد بالك ده احد تطبيقاته احد تطبيقات المجلس الاوروبي للافتاء تمام فانت عندك هنا المنظمات دي منظمات مش سهلة يعني خلي بالك منتدى المنظمات الطلابية بيأوي اي طالب مهاجر في اوروبا الندوة العالمية للشباب الندوة العالمية للشباب فانا بقى ايه بالمناسبة دار الافتاء المصرية عامل حاجة برضو حلوة جدا في الفتوى تطبيق اه ودخل علي ملاي نفس الغير بيواجه الكلام ده تمام بيواجه هاجة الكلام كله منتدى كوالا لنبوري للفكر الاتحاد الاسلامي لامريكا الشمالية اه مجلس مسلمي اوروبا ده كنت قولي اتحاد المنظمات الاسلامية المنتدى العالمي للوسطية اللجنة العالمية لحقوق الانسان اهي المتاعة المجلس الاوروبي للافتاء للافتاء اه والملتقى بتاع الاسرة بقى والسيدات المسلمات هتلاقيه برضو عامل نشاط مع المنتدى الاوروبي للمرأة المسلمة للمرأة المسلمة دي مسكا مونة جبالة مونة جبالة دي من جزء احد قيادات الاخوان التنظيم الدولي مهر باشا هي القعدة دي تتحس بنص بس دي كنه نص قعدة طيب قادة التنظيم الدولي بقى دول لازم نقعد نتكلم عليهم واحد واحد حبتين وبالراحة بالراحة في كل قارة في كل قارة ومن هنا لحد ما هنقعد هكون انا خلصت الكتاب ده وكلمة خلصت الكتاب ده معناها مش ان احنا هناخد وقتة طويل اطلاقا ده الكتاب ده سوف يلتهم والتهاما الله يخلي والله يبتكلم بجد فانا الاول خليني ننظارة سني وانا على مشارف الخمسين وخليني الاول اشكرك جدا 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 انا على هذا الجهد الفردي وان كان جهدا ممتازا وعظيما الله يخلي ورائعا ومقدرا وعندنا سلسلة كبيرة لازم هنقعد نتكلم عليها ولازم الناس تبقى فاهمة والاجيال الجديدة تبقى فاهمة ومن هي الجماعة نفخي عمل حاجة في اي حديث لنا عن الاخوان المسلمين لازم نيجي كده بحتة كده في الفكر بخلينا في الحلقة الجاية لازم نرد على فكرة شرعية دينية هو بيستقطب بها الشباب حلو قوي الكلام ده مهم جدا وهو يعني عشان نعرف بس اللي هو بيعتمد على ايدلوجيا بشكل كبير جدا وعايز اطلب طلب عايزين نحكي حدوتة يوسف ندى الى اين يعني تاريخ يوسف ندى ماشي نلقى عليه ضوء وما الى زي هو يوسف ندى بي بيطه غلط ميعمل ايدلوقتي طيب